ونروح بقى على مقر جريدة البوابة نيوز وإزمارتنا العزيزة مريم سميح اللي حتعرفنا دلوقتي على كل الأخبار وأهم المنشتات في كل الصحف الرياضية والمواقع الرياضية المحلية والعالمية مريم صباح الفل عليك تفضليح نسمعينك بصبح عليك يا كريم وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل صالة تحرير البوابة نيوز الحقيقة النهاردة يا كريم إن أغلب العنوين اللي معنا بتتكلم أو بتتناول كل الأمور المختصة بالمنتخبات أو كمان منافسات أمم إفريقيا عشرين اتنين وعشرين المقامة بالكاميرون لأن الحقيقة يعني متحور أوميكرون أو كورونا الجديد ضرب أكثر من بعثة في هذه المنافسة وده اللي هيكون معنا النهاردة خلال جولتنا الصحفية البداية من موقع البوابة سبورت أمم إفريقيا الليلة المغرب يتحد غانا وكورونا النهاردة الحقيقة منتخب المغرب في تمام الساعة السادسة مساء بيخوض المباراة الافتتاحية ومباراته الأولى في منافسات أمم إفريقيا عشرين اتنين وعشرين والمقامة بالكاميرون ده طبعا أمام منتخب غانا في مباراة الحقيقة وصفها التقرير بالنهية صعبة جدا على الطرفين وبيسعى كل فريق في المجموعة لبداية قوية جدا في المجموعة اللي بتضم طبعا الجابون وجزر القمر كمان للأسف إن شهد ميران منتخب المغرب غياب أربع لعبين عن صفوف الميران وهم بدر بنون وأيوب الكعبي وأيمن باركوك وريان ميه وكمان تم الإعلان في المؤتمر الصحفي الخاص ببعثة منتخب المغرب إن الحقيقة إن متحور كورونا الجديد أو أوميكرون ضرب بعثة المنتخب وأصيب أكثر من لاعب وده بيصعب الأمور الحقيقة في المباراة الافتتاحية الخاصة ببعثة منتخب المغرب وده على الرغم من الفقاعة الطبية والإجراءات الاحترازية اللي تم فردها على المنتخب ولكن الحقيقة إن فشل كل هذه الإجراءات أو فشلت كل هذه الإجراءات إن هي تحافظ على صفوف المنتخب وصوبة إيجابية مسحة ثلاث لاعبين وهم أيمن باركوك لاعب الوسط والمهاجمين أيمن الكعبي ومونير الحديدي ده طبعا بجانب الإصابات الأخرى اللي في صفوف منتخب المغرب وطبعا ده هو يوسف النصيري لم تكتمل جهازيته على الرغم من المجهود الكبير جدا اللي بدلوا الجهاز الطبي الخاص ببعثة منتخب المغرب كمان رايان مايه واللي تأكدت صبته العضلية واستحالت تواجده في مباراة اليوم أو المباراة الافتتاحية الخاصة بمنتخب المغرب وبكده بيغيب أربع مهاجمين أساسيين عن صفوف المنتخب المغربي وده بيصعب النتيجة جدا أو بيصعب المباراة هتكون صعبة بشكل كبير ده طبعا بسبب ندرة الاختيارات في اللعبين الأساسيين من موقع اليوم السابع كورونا يهدد لعبي سنغال أمام زنبابوي وغينيا مع ملوي في أمم إفريقيا يستهل منتخب السنغال الذي يبحث عن لقبه القاري الأول مشواره بمواجهة زنبابوي في الساعة الثالثة عصرا ويلتقي منتخب غينيا مع نظيره ملوي في سادسة مساء اليوم وكلاهما ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا عشرين اتنين وعشرين والمقامة بالكاميرون ويبدأ منتخب السنغال مشواره للبحث عن أول لقب قاري له طبعا ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا بمواجهة زنبابوي وسط أجواء متوترة بعد تعرض عدد من نجوم وأيضا للإصابة بفيروس كورونا وسيسي أكد أن صعوبة الوضع داخل البعثة بعد غياب ست لعبين من حداشر لاعب أساسي وبيغيب عن المنتخب السنغالي أدوارد ماندي كاليدو كوليبالي وفمارا ديديو لإصابتهم بفيروس كورونا الحقيقة أن جرت البيانة الإمراضية أجرت استطلاع على عدد من الأمور الخاصة بيها سواء الموقع الخاص على تويتر أو حسابها الرسمي على تويتر كمان على موقعها وأيضا على الصحيفة الخاصة بيها وأن كل هذه النتائج أو النتجة عن الاستطلاع كان بترشح أن المنتخبات العربية هلها تفوز باللقب 34 لأمم إفريقيا وكان العنوان الكلتالي من البيانة الإمراضية 81% بطل كأس الأمم الإفريقية عربي رشح 81% من إجمال المشاركين في استطلاع البيان المنتخبات العربية للاحتفاظ بكأس الأمم الإفريقية في النسخة 33 من البطولة واللي انطلقت أمس طبعا بالكاميرون مقابل 19% فقط رأوا صعوبة تحقيق هذا الأمر وعبر موقع البيان كان 87% رشحوا المنتخبات العربية للحفاظ على اللقب اللي توج به منتخب الجزائر طبعا في عام 2019 في مصر مقابل 31% رأوا عكس ذلك فيما رشح 75% من المشاركين عبر حساب البيان الرسمي على تويتر أن المنتخبات العربية أيضا هتحافظ على اللقب 33 وأن يكون اللقب عربي مقابل 25% رشحوا المنتخبات الغير عربية للفوز بالكأس طبعا ذكر الاستطلاع أيضا أن المنتخبات العربية تمكنت من الفوز بكأس أمم أفريقيا 12 مرة في 32 بطولة أو 32 نسخة من بطولة أفريقيا وبتتصدر مصر قائمة المنتخبات الأكثر فوزا باللقب القاري برصيد 7 ألقاب أخيرا من موقع يلا كورا انتر يستعيد الصدارة بثنائية في لاتسيو بالدوري الإيطالي استعاد انتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزو اللي ثمين بنتيجة 2 واحد على لاتسيو في المباراة التي قيمت أمس الأحد في المرحلة الحدية وعشرين للمسابقة ده طبعا مواصلا انتفطوا في حملته نحو الاحتفاظ بلقب البطولة والحققوا في خلال النسخة الماضية أو الموسم الماضي من الدوري الإيطالي وارتفع رصيد انتر والحقق انتصاره التامن على التوالي في البطولة إلى 49 نقطة ليعود إلى الصدارة اللي فقدها يعني يمكن لبضع ساعات بفارق نقطة واحدة فقط أمام أقرب ملاحقي ميلان فيما توقف رصيد لاتسيو واللي تلقى خساراته الأولى في المسابقة منذ يوم 12 ديسمبر الماضي تحديدا عند 32 نقطة في المركز الثامن دي كانت كل أخبارنا في جولتنا الصحفية النهاردة من داخل صالة تحرير البابا نيوز بشكرك جدا يا كريم الكلمة ليك مرة أخرى أنا اللي بشكرك جزيلا شكر زمانتنا العزيزة مريم سميحة على هذه التغطية الصحفية المتميزة ترجمة نانسي قنقر